طبعا عندنا مقارنة بين موسيماني وأجيري أنا عايزة بقى فعلا أن نروح معاك يا إيشو للنقطة دي لأن كنا نتكلم عن مقارنة رقمية يعني خلينا نتكلم في ده وزي ما هنرجع نقول تاني ونأكد أكيد يمكن التحدي لو قارننا هنا وهنا أنت بتميل للرأي اللي بيقول موسيماني عنده تحدي أكبر أكيد طبعا لأنه هو موسيماني بيلعب وهو أصلا يعني من غير أي سلاح يعني هو الكوام اللي عنده كله وهو محروم منه في الوقت أنه هو أجيري بيلعب كل الفئول التيم بتاعه وطبعا هو الفئول التيم بتاعه أصلا أقوى باعتبار أنه هو المنافقة سات هناك مش عشان هو فريق منتري أو في المطلق يعني أنا منحيز لفريقي وشاف أنه موسيماني مع النادي الأهلي يعني أجاد بنسبة كبيرة مش قول 100% بنسبة 90% حتى طبعا للأسف حسارة الدولي لكن إجمالا هو بالأرقام يعني احنا شايفين بالأرقام أنه نسبة حتى الفوز مش المعدل أنه طبعا موسيماني لعب مع الأهلي أكتر 79 مباراة مقابل 48 لأجيري لكن احنا بكلم عن معدل الفوز هو 63% ده معدل عالي جدا مقارنة لأجيري 43% طبعا لو قلنا عن التعدلات 24-16 لأجيري والأهداف طبعا نسبة مذهلة لموسيماني يعني ما شاء الله نحن في معدل هجومي أكتر من الدفاع الدفاع لدينا في مشاكل شوية لكن والخسارة موسيماني خسر خمسة بالضبط طبعا لا يعني الخسارة ومنهم من بايرني يعني احنا معدل الخسارة ممتاز بالنسبة لنا والبطولات خمسة الواحد يعني إجمالا موسيماني مع الأهلي قدم نتائج مبهرة فإن شاء الله يستمر معنا إن شاء الله رجل يكون ملاجز في المباراة وأظن رجل لو قدم نتائج كويسة في البطولة دي يعني أظن الناس اللي كل شوية يقول إن بقاطة البنك الأهلي هي المكياس الحقيقي الموسيماني أظن لو الراجل إن شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا وقدمنا نتائج مبهرة يعني إحنا دلوقتي ممتردة ما كسبناهش قبل كده ولنا نتائج مؤسفة معاه يعني فإن شاء الله لما يقدم إن شاء الله أنا كل سكة يعني في الرجل ده بيحب المرشد دي فإن شاء الله ربنا يوفقه فأتمنى بقى ما سمعش في الإعلام إنهما بيحبونه هو هيتطلع بالإعلام إيما هو الكلام اللي بيطلع لازم الكلام مواقعي يعني إما نيجي نتكلم أو ننتقد ما أنت تعالب لغة الأرقام أصلاً مش بنتلع يعني نتكلم إحنا أحسن نادي في الدنيا عشان إحنا شايفين إحنا أحسن نادي في الدنيا ولا إحنا أعرك إحنا بنتكلم دايما بأرقام ولما نتكلم عن المدير الفني بتاعنا بنتكلم بلغة أرقام فإن ما فيهاش مجال إن حد يكتهد قوي بصراحة وده شواء اللي حصل أصلاً مع كيروش يعني كيروش اللي وإحنا كنا في الأول بننتقده وفين الأداء وفين النتاي وكلام من ده في دور المجموعات كلنا يعني كنا حطين إدينا على قلبنا لكن الراجل بمباراة مع مباراة قدم إنه هو لأخلاص إحنا بنقدم مبارايات قوية جداً قدام الكوتيفوار والمغرب والكاميرون وإن شاء الله تكمل بلغة فإحنا بنتكلم في الواقع ما عنداش أي مشكلة خالص نقول بعد الراجل ما كانش بيقدم أداء مقنع دلوقتي بيقدم أداء مقنع في ظل ظروف المحتاحة بعد غد نظر طبعاً عن موضوع تغيير شريف يعني لكن الراجل بيقدم أداء مقنع بيوصلنا للمباراة النهية إن شاء الله هو تفوق على فكرة كوبر اللي هو بردو وصل المباراة النهية مع 2017 ونأخذ البطولة ففي الآخر إحنا ما هي نشغل النتيجة مش عادة أنتصل لرأي إن أنا قلت بقى ده فلندا كان في بعض الكلام بس يعني برضو ده مش موضوع نحن عدينا المنتخب كتير بكتل الإسلام يعني قدر بحثاً بس فكرة فكرة الانتصار للموقف بس كان في عتراضات خاصة بحاجات أخرى يعني مش فكرة بس الأداء أو التاكتك كان بتكلم عن المراكز اللعيب بس ده يعني ملف غلط زي ما نحن نلتب نتكلم بس يمكن زي ما أنت بتقول برضو الأرض أو الرد على الأرض هو اللي بيختلف بالضبط واللوة يعني أنت في الآخر الإعلام والجمهور وجمهور تحديداً هو له يعني أنا في الآخر أنا عايز الأهلي يكسب بطولة كسب بطولة ما إيش دعوة بقى الأهلي كسبها بأداء بالضبط ده ودخلي بالك ده لحنشوفه الفترة اللي جاية لأنه هو مسيماني دلوقتي زي ما أنا قلت في البداية أنه هو الموضوع صعب جداً أنه نحن نتكلم عن صعبت وغياب وحوالي أكتر من عشر أو اتنشر لاعب وبالتالي لا نضع مش هتحسب عليها بإسم النادي الأهلي مش هتتحسب عليها ولكن في النهاية كلنا مقدرين الموقف وما عندناش نفس نبقى زي في موقف مسيماني دلوقتي لا يحسد عليه حتى أصيب أصيب أكثر حتى أصيب بكورونا انت بتلعب بإسم النادي الأهلي وبتلعب في كأس العالم للأندية أولى مباراتك أنا بشكركم جداً يا دكتور أحمد ويا أحمد إيشو